إلى ولاية فيرجينيا الأمريكية مراسلنا من هناك عمر محمد عمر أهلا بك الجانب العنصري التسريحات التي أدل بها الرئيس ترامب ضد نائبة المنافس الديمقراطي جو بايدن وكذلك جماعته التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض كم تلعب دورا في تحديد مزاجيات الناخبين وإلى أين تدفع المنافسة أهلا على بدءا كما هو معلوم أكثر من 60% هم من اليوروبيين أمريكان أو الأمريكيين البيض من أصول أوروبية في هذا البلد في الولايات المتحدة ترامب يعول على ولايات الغرب الأوسط الأمريكي ويعول أيضا على تحركه في الولايات المتأرجحة إذ هو يعني ترامب يلاحق بايدن في هذه الولايات يلاحقه في بنسلفينيا يلاحقه في نورد كارولاينا يلاحقه في ميشيغان يلاحقه في فيرجينيا أيضا هنا المشكلة الكبيرة أن ترامب يعني يحظى بدعم جماعة تفوق العرق الأبيض على الرغم من أن وكالات الأمن القومي الأمريكية والوكالات الأمنية ومنها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقول أن أكبر تهديد للأمن قد تواجه الولايات المتحدة داخليا هي من جماعة تفوق العرق الأبيض هو يحظى بدعمهم كثيرا ولدى حديثه عن دعم قوات الشرطة وحتى لدى زيارته إلى كينوشا بولاية ويسكانسن هو لم يزر جايكوب بليك على خلاف ما فعله المرشح الديموقراطي جوزيف بايدن هو يريد أن يري شريحة العمال البيض هو أقرب لهم قوميا دعني أقول حتى عنصريا من جوزيف بايدن نعم هو يرجح أو يعني يحمل الأمر لهذه الجماعة جماعة تفوق العرق الأبيض في هذه الولايات في لحظة الانتخابات الحاسمة في الثالث من نوفمبر على نعم عمر ماذا عن الجانب الآخر المتضررون من هذا الخطاب المعسكر الانتخابي المقابل كيف يتعامل مع هذا النفس العنصري نعم على سبيل المثال والد جايكوب بليك جايكوب بليك الأب تحدث عن دعمه صراحة لجوزيف بايدن الديموقراطيون الآن موحدون دعني لا أقول أكثر من أي وقت مضى على الأقل أكثر من عام 2016 حينما انقسموا بين تقدميين وديموقراطيين تقليديين رفضت التقدميون وهم أنصار ساندرس في ذلك الوقت التصويت لهيلاري كلينتون لكن نراهم اليوم أكثر وحدة لمواجهة ليس لدعم بايدن صراحة لكن هناك كثيرون يتحدثون أنهم يريدون فقط إسقاط دونالد ترامب في هذه الانتخابات نعم السود الأمريكيون من أصول أفريقية موحدون إلى حد كبير ما عدا فئة منهم تتخذ الجانب الديني وتتبع الكنيسة وهذه الفئة ستصوت لترامب بالتأكيد لكن الأمريكيين من أصول أفريقية الآسيويين اللاتينيين يبدون شبه موحدين لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات القادمة لكن كما ذكرت أن نسبة كبيرة من البيض تريد أن تصوت لترامب في هذه الانتخابات مثل ما تشهد الساحات في عموم الولايات الأمريكية من حملات وأيضا مسيرات واستعراض حول المناطق التي تشهد عمفا في رسالة واضحة من أنصار ترامب أنهم سيدعمه حتى في ساعات العنف التي شهدتها هذه الولايات على من فرجينيا مراسلنا عمر محمد شكرا جزيلا لك